هجم بطريارك الكلدان في العراق والعالم الكاردينال لويساكو ميليشيا بابليون المتورطة بفاجعة الحمدانية بانتهاكات حقوق المسيحيين في سهل نينوى معكدا أنها لا تمثل المسيحيين على الإطلاق ساكو أشار إلى أن أقليم كردستان أصبح واحة بديعة للأمان والاستقرار وأيضا التنوع والتعددية معربا عن أمله بأن تتعلم الحكومة الاتحادية وتحقق ما حققه إقليم كردستان خلال السنوات وبيّن أن العراق باستثناء كردستان يشهد تراجعا بالخدمات في الجانب الأمني وهناك مافيات وفساد وفوضة وأضاف أن المهجرين المسيحيين من بغداد وسهل نينوى يعيشون في إقليم كردستان بسبب الأمان والاستقرار وأن ما حدث في الحمدانية يروع ويرهب المسيحيين ويدفعهم للهجرة عواء على الحكومة أن تجري تحقيقا بأسرع وقت وأن تحاسب المسيحيين والمقصرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر